إذا عندي رسالة فيها تاريخ وفاتش تفزحينها ولا لا؟ أفتحها ليش؟ أنا ولتك الدنيا قصيرة قوي 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 صح؟ شوف أنا أصلا عندي الموضوع ده أقول لك حاجة أنا بحب أتمشى ساعات كده في الكمباون عشان فيه جنيين وزارع وكده فعيني اتعودت لإني عودتها واخترت كده إني أقدر كل حاجة حلو فشوف الشجرة أقول الله شوف المنظر معاين ممكن تكون فلسانية ماشية معايا وكله الدنيا واخداء التليفون شده أعصابه ماشي كده ووشه مشدود لأن هو بيفكر في موقف مؤلم حصله مش في اللحظة فدايما أقول لربنا يا رب خليني أشوف برا وبعيد عن الدنيا ما هو أجمل ما هو العمري ما شفته ولا حسيته من جماعة دايما نقول له وعندي يقين إن ده اللي هشوف فالدنيا هي أوحش نقطة في الثلاث مراحل هما ثلاث مراحل خلق الروح الحياة البرزخ الأخرة أربعة سوري أقصر واحدة وأدنى واحدة مهما كانت حلوة هي الدنيا فأنا أتطلع لما بعد الدنيا تصدق وتؤمن بالله تصدقني أنا بتطلع عليها ومؤمنا إنها هتكون أجمل وأجمل 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 وحاجات بقى إحنا لا يمكن تيجي على العقلي وفلا في خيالي من جمالها ومن نورها ومن شعوري ناحيتها بس ليش تبين أنت عارفين القلق يجدم كنيتش لو تعارفين التاريخ لأني أعرف السيطرة على قلق لذيش ليش ما تفتح؟ نقولي ما بفتح خلي ما بيعرف طب ليه؟ مش يمكن أن أفتح لأني أتطلع علي كده؟ ما أدري أسألتش يعني ليش الحق تفتحين ولا ما هتفتحين؟ أفتح أوكي خبرين شيء ولا خبريني ولا خبر الدنيا شيء ما نعرف عنتش يمكن ما بقايل حق حد يمكن اللي يشوفونا على الشاشة ما يشوفونا ولا في الإعلام ما يعرفونا عنتش أنت أنا أقول أعفوا نصيحة ليهم مش هقول حاجة عني لأنه أنا يعني ممكن أكون مش مهمة أوي كده عشان أقول حاجة عني هقول نصيحة ليهم لأني أحب أكون مؤثرة وأثر في حياة بنت أو اتنين أو بنت واحدة حد إنها تكون حذرة جدا من أحكمها إنها تخبلها جدا هي بتسمع نفسها إيه؟ لأنه كل شيء هي بتقوله وتفكر فيه بتجذبه العالم بتاعها بشكل سحر بشكل لو كنا نعرف الأداة دي كنا غيرنا حياتنا بشكل إحنا لا نتخيله هذا كتاب ده سيكرت يا سيد جولين مش بس كده في مدرسة 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 كبيرة جدا اللي أنا أدرسها دلوقتي بتتكلم عن كده يعني أنا حقول لك حاجة بسيطة مش أنا عادة معاك أهو إزاي أنا بحضر نفسي إزاي أنا بستعد ها إزاي قاعد أقول بقى أنا عايزة أبهر أنا عايزة أعمل أنا عايزة أكون لا أقول إزاي أكون أفضل نسخة عن نفسي أنا لسه متعرفتش عليها إزاي أفضل إزاي أكون أفضل من مبارح إزاي أوتشاين مايسلف سامحني لأن الكتاب الإنجليزي في المخي فهمت إزاي أكون أفضل مما كنت عليه إمبارح حتى في عيون نفسي إزاي أقول حاجات تلمس القلب أنا نفسي كنتش عارف إنها في إزاي يكون عندي ثلاثة اللسان اللي توصل الكلام من قلبي لقلبهم شوف وحقول لك حاجة برضو كمان ليك أنت بتتلع في التليفزيون ها هو يعني الشاشة ترجمة نانسي قنقر